السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزيم معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة الأستاذ محمد الأكلب اليوم سوف نتحدث في ملهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث المتوسط اليوم سوف نتكلم في إثراء الوحدة الأولى وقبل أن نبدأ سوف نعدد دروس الوحدة الأولى الوحدة الأولى جغرافية المملكة العربية السعودية الدرس الأول الموقع الدرس الثاني مظاهر التضاريس والدرس الثالث المناخ والدرس الرابع توزيع السكان والدرس الخامس تركيبة السكان والدرس السادس عدد السكان هذه دروس الوحدة الأولى أول درس الموقع الموقع موقع الفلكي وخصائصه ولدينا الموقع الجغرافي وخصائصه موقع الفلكي تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتين عرض 16.17 و32.14 درجة شمال خط الاستواء على مدار 16 درجة عرضية تقريبا وبين خطي الطول 34.35 و55.40 شرق خط جرينيج تتمتد أكثر من 21 درجة من خطوط الطول هذا الموقع الفلكي الموقع الجرافي تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا هذا الموقع الجغرافي أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا حدودها ويحدها غربا البحر الأحمر وشرقا الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر شرقا وشمالا دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة الأردنية شمالا وجنوبا الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان هنا الموقع الجغرافي تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا ذكرنا ذكرنا حدودها ويحدها غربا البحر الأحمر وشرقا الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وشمالا الكويت وجمهورية العراق والمملكة الأردنية وجنوبا الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان وتشغل المملكة العربية السعودية نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية إذ تبلغ مساحتها مليوني كيلو متر مربع وتأتي في المركز الثالث عشر من بين دول العالم من حيث المساحة والثاني من بين الدول العربية بعد الجزائر بعد الجزائر تشغل المملكة العربية السعودية ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها مليوني كيلو متر مربع وتأتي في المركز الثالث عشر بين دول العالم من حيث المساحة وفي المركز الثاني بين الدول العربية بعد دولة الجزائر تقوين يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي هنعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة رجعنا لكم كان السؤال يقول يضع الطلبة علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة ألف تقع المملكة العربية السعودية في العروض المدارية الحارة في العروض المدارية الحارة الإجابة صحيحة الإجابة صحيحة ب يمر مدار السرطان بالأطراف الشمالية من المملكة العربية السعودية الإجابة خاطئة يمر في وسط المملكة السعودية جيم تشغل المملكة العربية السعودية نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية الإجابة صحيحة نواصل درسنا درس الثاني مظاهر التضاريس مظاهر التضاريس التضاريس هي الأشكال السطحية التي تتكون منها القشرة الأرضية من جبال وهضاب وتلال وسهول وغيرها التضاريس هي الأشكال السطحية التي تتكون منها القشرة الأرضية من جبال وهضاب وتلال وسهول والتضاريس في المملكة العربية السعودية تتكون من سهول ساحلية والمرتفعات والتكوينات الرملية الصحاري والمجاري المائية للأودية والشعب السهول الساحلية في المملكة العربية السعودية لدينا سهلين ساحليين السهل الساحلي للبحر الأحمر السهل الساحلي للبحر الأحمر ويسمى سهل تهامة ثاني السهل الساحلي للخليج العربي ويطل على الخليج العربي ثانيا المرتفعات المرتفعات وتتكون المرتفعات في بلادي من المرتفعات الغربية المرتفعات الغربية وتنقسم إلى ثلاث أقسام جبال المدين في الشمال وجبال الحجاز في الوسط وجبال السروات في الجنوب جبال الشمال والوسط جبال الشمال والوسط وأن أمثلتها جبل طويق وجبال أجا وسلمة الحرات وهي طفوح بازلتية خرجت من باطن الأرض ومن أشهر الحرات في بلادي لحرة رهاض وحرة كشف الهضاب الهضاب ومن أشهر الهضاب في بلادي هضبت نجد هضبت نجد ثالثا التكوينات الرملية الصحاري التكوينات الرملية في وطني المملكة العربية السعودية قسمان تكوينات رملية رئيسية وهي أربعة تكوينات رملية فرعية متوزعة في بعض المناطق الرابع المجاري المائية الأودية والشعاب ومن أشهر هذه المجاري المائية وادي حنيفة ووادي الرمة ووادي بيشة يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة هنعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم السؤال يقول يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ألف تقل المجاري المائية الموسمية في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية الإجابة صحيحة لأنها منطقة صحاري الثاني ب تقع صحراء الدهناء في الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة العربية السعودية الإجابة خاطئة تقع في الجزء الشمالي الشرقي جيم يعرف السهل الساحلي البحر الأحمر باسم سهل الدهناء الدهناء الإجابة خاطئة يعرف السهل الساحلي للبحر الأحمر باسم سهل تهامة دال هذا بات حزبي من هضاب وسط المملكة العربية السعودية خطأ هي من هضاب جنوب مملكة العربية السعودية الدرس الثالث المناخ يختلف المناخ في وطن المملكة العربية السعودية من منطقة لأخرى بسبب اختلاف التضاريس تقع أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية ضمن الحزام الصحراوي المداري تقع أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية وضمن الحزام الصحراوي المداري كذلك العوامل المؤثرة في المناخ دينا الموقع الفلكي يؤثر في المناخ والموقع الجغرافي الارتفاع كذلك يؤثر في المناخ الأمطار تحطر الأمطار في المملكة العربية السعودية بقلة ما عدا جنوبها الغربي ويسقط معظمها في فصل الشتاء وأوائل الربيع وأوائل وأواخر الخريف أما في الجنوب الغربي من المملكة فتسقط الأمطار في جميع فصول السنة تقريبا وهي تتباين في مقدارها من فصل إلى آخر هذا الأمطار في درس المناخ تقويم يذكر الطلبة حالة المناخ في المناطق الغربية في المملكة العربية السعودية سأعطيكم دقيقة ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شبه جاف معتدل شبه جاف الدرس الرابع توزيع السكان السكان هم مجموعة من البشر المستقرين في مكان محدد وزمن معين ويقوم علم السكان على دراسة العلاقة بين السكان وبئتهم والعوامل المؤثرة فيهم مجموعة من بشر مستقرين في مكان محدد وزمن معين ويقوم علم السكان على دراسة العلاقة بين السكان وبئتهم والعوامل المؤثرة فيهم العوامل المؤثرة في توزيع السكان لدينا المناطق الساحلية العوامل المؤثرة في توزيع السكان والمناطق الجبلية الارتفاع والتضاريس والمناطق الداخلية المنبسطة الكثافة السكانية الكثافة السكانية الكثافة السكانية تعريفها هي وسيلة لقياس توزيع السكان في الأقاليم والمناطق والدولة ويقصد بها نسبة السكان إلى المساحة نسبة السكان إلى المساحة توزيع السكان حسب أنماط استقرارهم أنماط استقرار السكان لدينا سكان المدن ولدينا سكان القرى اللي هم الريف الدرس الخامس تركيبة السكان أقسام التركيب السكاني لدينا قسمين التركيب العمري والتركيب النوعي التركيب العمري ويقصد به تقسيم السكان إلى فئات وفق أعمارهم وبيان نسبة كل فئة عمرية إلى إجمالي عدد السكان هذا التركيب العمري يقصد به تقسيم السكان إلى فئات وفق أعمارهم وبيان نسبة كل فئة عمرية إلى إجمالي عدد السكان كذلك من أقسام التركيب السكان التركيب النوعي وهو تقسيم السكان إلى ذكور وإناث تقسيم السكان إلى ذكور وإناث وتحديد نسبة كل منهما إلى إجمالي عدد السكان نجي للهرم السكاني الهرم السكاني هو شكل شكل بياني الهرم السكاني هو شكل بياني يساعد على فهم تركيب السكان النوعي والعمري ونسبة كل منهما إلى الآخر والتعرف على خصائصهم من حيث العمر والجنس والعدد لكل فئة عمرية هذا الهرم السكاني عدد السكان تعداد السكان التعداد هو قيام جهة رسمية في زمن محدد بالجمع الميداني للمعلومات عن من؟ عن السكان الذين على قيد الحياة في الدولة وتحليل هذه البيانات وتحليلها اقتصادياً واجتماعياً وسكانياً واستعمالها لخدمة التنمية هذا التعداد السكاني قيام جهة رسمية في زمن محدد بالجمع الميداني للمعلومات عن السكان الذين على قيد الحياة في الدولة وتحليل هذه البيانات اقتصادياً واجتماعياً وسكانياً واستعمالها لخدمة التنمية من نتائج التعداد السكاني معرفة عدد السكان من نتائج التعداد السكاني معرفة عدد السكان اثنين معرفة الكثافة السكانية في القرى والمدن والمناطق ثلاثة معرفة التركيب العمري والنوعي للسكان ترتيب المملكة العربية السعودية من حيث عائد السكان حسب التقديرات عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف الأولى في شبه الجزائع عربية من حيث السكان السادسة عربيا الحادي عشر إسلاميا كان نمو سكان وطني في الماضي بطيئ نمو السكان كان بطيئ السبب قلة الموارد والهجرة إلى الخارج وكثرة الأمراض والحروق وبتحسن الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية بعد توحيد وطني مملكة السعودية حصل نمو كبير في أعداد السكان ويرتبط نمو السكان السعودية بعاملين أساسيين هما الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية يرتبط نمو السكان المكبير السعودية بعاملين رئيسيين الزيادة الطبيعية وهي الموليد والوفيات والزيادة غير الطبيعية وهي الهجرة كذا أن هنا درسنا شاكرا لكم حسن استماعكم وأنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم